نعم حبيبي يا زول حبيبي يا زول الناس تجمع كده الناس اللي معنا يا ريت نجمع ونعمل لايك وشير للفيديو يلا 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 الناس تجمع معنا عشان نخش بقى نحفل على الزول شوية هو فين الزول يا جدعاب حد شاف الزول انا مش شاف الزول يعني انت فاكر يا زول فاكر ان انت هتيجي هنا استاذ القاهرة استاذ الرعب وست سبعين الف مشجع للنادي الاهلي وفاكر انك هتعمل حاجة هادي يا عم الترقعة تلتة سفر زي ما كنا متوقعين الحمد لله بفضل الله اداء الى حد ما هنتكلم عليه ولكن خلينا نتكلم على الجزئيات اللي اتفرحنا الاول خلينا نتكلم على الحلويات والاطيف واللطيف وكل الصهرة الجميلة الرمضانية الحلوة دي النهاردة نسل معنا نعمل لايك وشير بعد اثنكم وقلونا رأيكم في التعليقات اكتبوا لنا رأيكم في النادي الاهلي النهاردة ورأيكم في الذهن اللي خد تلات ايه اترقعة ثلاتة خلع على وجش على وجش ثلاثة سفر النادي الاهلي اداء رائع رائع هنجي نتكلم على الأول الأول التبلوء الجميل الملحمة الجميلة الاستاذ اللي اتمال باللون الاحمر جماهيري النادي الاهلي النهاردة اللي عملت يعني تبلوء جميل جدا 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 بروازي تحط في تاريخ الكرة المصرية النهاردة حضور جماهيري غفير مؤذرة كبيرة جدا حاجة بصراحة بأن كتير قوي يعني انت بتتكلم في 10-11 سنة ولا 12 سنة مشوفناش الملعب بالشكل ده مشوفناش عدد الجماهير كبيرة دي النادي الاهلي النهاردة يقدم يعني بالنسبة على مستوى الجماهيري وبيقدم حاجة خرافية يعني اداء تشجيع انتظام عدم خروج على النص كل موجود الجمهور النادي الاهلي عملها النهاردة نيجي نتكلم بقى للشتوط الاول que bénixo stessoوطين النادي الاهلي النهاردة عمل مباراة تيك تيكية حلوة جدا 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 الشتوط الاول حلوته مش هنتكرر الكلام كتير احنا اتكلمنا عليه بين الشتوطين حلوته زي ما قلت لك بالعين. عينك كده تتمتع وانت بتتفرج عليه. واظن ان الجندة هيخش من افضل اهداف البطولة على مستوى تاريخها تقريبا. تقريبا مش السنة دي بس. لا على مستوى تاريخ البطولة هدف كهرباء النهاردة هيخش على مستوى احسن هدف في البطولة على مستوى تاريخها على ما اظن او من الاهداف الحلو. نيجي بقى نتكلم على سلبيات الشوت الاول وهي عبدالقادر واليامة التانية كان افشأ الى حد ما كان بيظهر على مراحل بس اداؤه. نيجي بقى للشوت التاني. الشوت التاني يعني بصراحة. اول عشر دقايق الوقت حط ايده على قلب. ليه رأى? انت نازل مفيش. توهان صراحان شوية. لحد ما النتيجة تحس ان انت مش مريحاتك بس هي مش مرتاحة. هي مش مرتاحة. وحتى الناس اللي متابعاني على الفيسبوك. انا كتبت من يعني بعد عشر دقايق قلت لازم يتدخلوا لازم في تغييرات تحصل دلوقت. وبالفعل تم التغييرات عبدالقادر اللي كان فيه سلبية كبيرة منه. في الشوت الاول ولا حد الربع ساعة اللي تبدل فيها في الشوت التاني النهاردة نزل الشحات. الله عليك يا شحات. الله عليك يا شحات. وعلى ديمتوشتك يا بك. ديمتوشتك. ايه يا ابن الحلوة دي? الشيء الهدف الاول بيرثي تو? اللي بصراحة مستوى بدأ يأعلى جدا مع ناد الأهلي من ساعة مطش خمسة اتنين اي نعم كنا طلعين الوحيد اللي كان جمهور ناد الأهلي بيشيت فيه في المطش دوت هو بيرثتاه بس يعني اخدنا خمسة من بس النهاردة عندهون تبتتأهل ما بقاش لها قيمة والزول جي تحت درسك وتعد وعدة والأسد كله الأسد النهاردة افترس الزول الزول اللي كان عاملين يحفله اي نعم على فكرة احنا احنا اللي كبرنا المطش وإحنا اللي دخمنا فريق الهلال قوي هو فريق على الله على الله على قده تماما فريق ناد الهلال ده على قده ولكن المطش كان يعتبر بالنسبة لنادي الأهلي وجمهوره هو رد قرامة ورد اعتبار بالنسبة لليما حدث في السودان من اهانة وي 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 وكلام كتير مش هنتكلمه لكن النهاردة انت ردت في الملعب يا معلم ردت في الملعب وخدت الزول على وشه على وشه النهاردة 3-0 بأداء لحد ما كبير جدا النهاردة اي نعم فيه تخوف الدفاع شوية فيه تخوف كبير في المستقبل بقى في الدفاع لازم نعدلها لان انت لو بتلعب قدام فريق قوي فريق حرفيا كان بيروح بكرات وهجمات اي حاجة اي حنكاش وكان بيوصل وكان ممكن بشجع عليك خطر كبير جدا هي لقى الحتة بتاعت ان انت تستغل الفرص وتستغل ان انت تنهي الهجمات بشكل افضل من كده زي ما قلتلك بين الشوتين عبدالقادر لو كان بيلعب لعب جماعي اكتر كان النهاردة بفضل الله كان ممكن الشوت الاول هو اللي يخلص ثلاثة ولكن كبر الله مشاءة فعلا النهاردة هدية رمضانية من لعبة نادي الاهل الجمهور نادي الاهل الجمهور العظيم اللي احتفل احتفالية كبيرة جدا وعمل يعني بصراحة خلاص ادي رسالة من الجمهور زي ما المسؤولين كانوا بيوجهوا رسالات للجمهور خشوا وانتزم النهاردة هو بص الاستاذ مليان على اخره مفيش اي خروجه عن نص مفيش اي هتفات مفيش اي حاج كلها كان التشجيع للفريق بس كان التشجيع للفريق بس وفعلا الجمهور النادي الاهلي كان عظيم لو انت لاحظ بعد عشر دقايق من الشوت الاول الجمهور النادي الاهلي كان بيزوم على اللعبة بتاعته وكان بيفوقها فوق يا عم فوق يا عم ومنروح بالدم افريقيا مش هتروح والحماس والهتفات دي فوقت اللعبة وفوقت كولر وعارف يقرأ الجيم كويس وعارف يحط ايده على الثغرات والحفوات في النادي الاهلي وهو انه يسحب افشا ويسحب عبد القادر وقدر نزل حمد فاتحي يضبط خط الوز بشكل كبير جدا من المرتدات بتاعت فريق الهلال وقدر حسين الشحات في الناحية اللجومية يكون فعال ويقدر انه يجيب جنين ولا اجمل ولا اروح من كده وتحية تحية تحية تلت تحيات مني لمروان مروان عطية للنهاردة لعب دور في نص الملعب كان اتقل واحد في الشوت الاول الشوت الاول كان حرفيا الف مبروك يا عام مجدي الف مبروك الناس اللي معنا نعمل لايك وشيل الفيديو وقلولنا رأيكم في التعليقات خشوا قولوا الف مبروك للنادي الاهلي علقوا النهاردة للنادي الاهلي اهو عصان بيقول الف مبروك للاهلي واشرف بنقول نحب الزمالك ومش شفتش معلش وخالد مليون مبروك أهلوية ألف ألف مليون مبروك لكل الأهلوية الناس اللي معانا أبو علي أحلى أبو علي صراح أبو علي ومحمد الجمل أحلى محمد الجمل في الدنيا ألف مبروك أهلوية ألف مبروك عليكم يعني بصراحة البطولة دي زي ما قلت النادي الأهلي صعوده ده بالعافية دي النادي الأهلي هيعمل حاجة إن شاء الله بإذن الله البطولة الحادية تعاش بإذن الله بإذن الله في طريقها لنادي الأهلي ودايما بعد كل كبوة وبعد كل انكسار كبير جدا في النتاج أبكلمش انكسار على مستوى الموسم الماضي بالنسبة للدولي ويه بطولة أفريقيا وانكسار أيضا بالنسبة لهزمتك من سندول النهاردة لازمة للعيبة تتعهد منها وبنفسها للجمهور الكبير ده اللي كان موجود في الاستاد إن هي تعمل حاجة والبطولة دي تكون في دولاب الناجي أهلي خلال السنة دي عم إبراهيم عبد الحميد بقول ألف مبروك ألف مبروك عم إبراهيم وألف مبروك أهلوية كلكم كالنفسي نضم لبطولات الخامس والسادس إن شاء الله يعني مش مشكلة مش مشكلة إن شاء الله بإذن الله القادم هيكون أفضل لايك وشير للفيديو وقالوا لنا رأيكم وقولوا ألف مبروك النادي الأهلي عم عاطف يقول ألف مبروك كريم ألف مبروك ألف مليون مبروك عم أيمان يا شهين ألف مبروك لكل أهلوية الله عليكم بجد بجد النهاردة الواحد مبسوط الباشا يقول ألف مبروك أهلوية ومبروك يا صد بلا الحبيب يا باشا احلى باشا في الدنيا تلاتة شوية عليهم والله فعلا انا بقولك فعلا شوية انت الشوت الاول بس لو كنت بالتركيز والحماس اللي عندك ده وانهائك للهجمة بشكل افضل وعدم تقنيلي وعدم الانانية من عبدالقادر كانت ممكن تفرق كتير معانا والنهاردة ده بتتكلم في قهربة الفولت اللي جاب جون نور الملعب الواد ده جد عام بصراحة امه ده عياله امه ده عياله ابراهيم بيقول الف مبروك لكل الاهلوية الف مبروك يا عام ابراهيم الف مبروك عليكم وان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي باذن الله باذن الله القادم هيكون افضل وان شاء الله البطولة الحادات عشر باذن الله لنادي الاهلي اعمل لايك وشير اعمل لايك وشير ما تبقاش اهلاوي لو ما عملتش لايك وشير سعيد منور علاقي احلى سعيد في الدنيا عام سعيد قال له ده بنورك طبعا وبنور الناس اللي معانا كلها نعمل لا يكوشير يا جماعة عشان خاطر واحد فرحان واحد مبسوط لحقاكتنا جدا اكبر والله الفرحة يمكن مش عاوز ابالغ وقولك اكبر من السعود نفسه لان السعود كان بنسبة بيرة احنا ضمنينه كاهلوية ولكن الحفلة الجماهيرية اللي كانت موجودة النهاردة ايه الحلاوة دي مش عاوزين بقى نشوف الملعة فاضي تاني عاوزين بقى نشوف والله الصالح القرى المصرية الموجودين وعدد الجمهور الكبير ده وهي الرسالة للمسؤولين بص التزام الجمهور عامل ازاي بص المشهد الخرافي من الجمهور بص يعني كل حاجة حلوة النهاردة بيقول لكم احنا عاوزين نبقى في الملعب بعد اذن المسؤولين اهو عربون محبة وعربون موادة ما ينفعش نعمل تاني مطش نهائي الكاس مع برامتز ان شاء الله عاوزين نشوف نفس المشهب يا عم ات اطرح التفاكر واسم اللي يحجز يحجز او اقسم الملعب نصم وبعد كده خلاص يعني ما تقوليش بقى مطش نهائي كاس يتلاقب بقى برضو ايه بدون جمهور وتقول لي استخافق فرق والكلام ده كله ابراهيم عبد الحميد بيقول لتكلم على كهرباء والله انا اتكلمت عليه بين الشوتين وديته حقه عام ابراهيم لو تتابع اللايف اللي كان بين الشوتين بصراحة كهرباء يعني خلاص عدى عدى الفلانكات وجاب جوني النهاردة عالمي جوني يعني ما يجيبوش لعيبة كبار بصراحة جوني يمكن زي ما انا قلت كده وقلت في بداية اللايف هيكون من اهم اهداف البطولة دي في تاريخها في تاريخها مش بقولك السنة دي بس السنة دي هيكون احسن هدف الله اعلم بالقادم ممكن يجي احسن منه بس انا بكامل حد دلوقتي في البطولة دي احسن هدف وممكن هيكون في تاريخ البطولة كله ان الرجل عمل جون وقف ولم وبا ولف وشطها في الزاوية حاجة بصراحة خرافة 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 ابو شاهد بيقول الف مليون مبروك وعمل البطولة الحديثة عشر ان شاء الله يا ابو شاهد ان شاء الله هتكون في الجزيرة الحديثة عشر باذن الله لايك وشير ويقدمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته